نعيمها هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاق وهدى للتي هي أقوى وأشهد أن محمد العبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء وبعده أحبة الأكارم فإن من أعظم الأسباب التي تلال بها مغفرة الله عز وجل ومن أعظم الأسباب التي يسلك بسببها العبد طريقة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أن يحافظ على الصيام أن يصوم لله تبارك وتعالى شيئا من الأيام نعم قال صلى الله عليه وسلم حينما استنصحه الرجل قال عليك بالصوم لا مثل له لا يعادله شيء عليك بالصوم لا مثل له وقد جاء في الحديث القدسي الصحيح كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا الله أكبر هذا أمر عظيم جدا أمر الصوم أمر عظيم الأجر تاعو لا يعلمه إلا الله الله العلم بالأجر تاعو ادخر ذلك ربنا عز وجل عنده لا يعلم ذلك أحد ولم يخبرنا بذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لأن الصائم صابر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقد سمعتم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هذا هو الصوم هذا طبعا إذا كان في أيام العام فكيف إذا كان هذا الصيام في شهر الصيام إذا كان هذا الصوم في شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومعلوم أن الفريضة أعظم عند الله عز وجل من النافلة وأن الله عز وجل يحب منا الفرض والواجب أكثر مما يحب النوافل والتطوعات وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الله أكبر إذن شاء الصيام رمضان عظيم وهو سبب عظيم من أسباب الغفران ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه لا إله إلا الله ما أعظم هذه النعمة ما أجل هذه الرحمة وثم تحديث عظيم للغاية في مستدل الإمام أحمد وغيره عن أبي غريرة رضي الله عنه وأرضاه أن طلحة ابن عبيد الله عليه رضو الله رأى رؤيا أقضت مضجعه وأقلقته وأفزعته فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقص الرؤية عليه وش هد الرؤية هذه رأى في المنام أن رجلين قد توفي ناس يعرفهم زوج من ناس يعرفهم توفي لكن واحد منهم توفي قبل الآخر بسنة هذا أمر عادي لكن الذي تعجب فيه ما هو أن الواحد منهم أن الواحد منهما قد قتل في سبيل الله في قتال في سبيل الله شهادة الله أكبر فرأى في المنام أن الذي تأخر في الموت وهو ليس بشهيد في المعركة تقدم في الجنة دخل الجنة قبل الشهيد الله أكبر مع ما يعلمه من فضل الشهيد على غيره فتعجب وحق له أن يتعجب فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه هذه الرؤية فقال عليه الصلاة والسلام غير متعجبين قال عليه الصلاة والسلام ألم يعني أليس أو أليس هذا الرجل هذا الذي تقدم أليس قد صام بعده رمضان أليس قد صلى بعده ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة من السنة الله أكبر شهيد المقال أليس قد صام بعده رمضان معنى ذلك أن الذي وفقه الله عز وجل للصيام رمضان لابد أن يسبق غيره بمفاوز نعمة عظيمة جدا أن يصوم العبد رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فنحن نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نكون ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا ثم هذا الصيام ليس هو مجرد الجوع والعطش وترك الشهوات لا والله من لم يدع قول الزور هكذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الله عز وجل حاشاه أن يتعبنا حاشاه أن يرهقنا حاشاه أن يجيعنا حاشاه أن يتسبب في ضمائنا هكذا لا والله الله تبارك وتعالى يريد منا التقوى يريد منا أن نرتقي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون ألا إنما التقوى هي العز والكرم وفخرك بالدنيا هو الذل والعدم ألا فسلك إلى المولى السبيل ولا تطلب سوى التقوى دليلا وإن أحببت أن تعتز عزا يدوم فكله عبدا ذليلا أسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم وإياكنا لأن نصوم الصيام الذي يحبه الله ويرضاه الصيام الذي يكون سببا للغفران ويكون طريقا للجنان بإذن الكريم الرحمن بارك الله فيكم وأحسن إليكم وشكرا على حسن إسراء والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر